مملكة البحرين مناسب أهدى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الميدالية البرونزية إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الداعم الأول لقطاع الشباب والرياضة كما أكد سموه أن هذا الإنجاز جاء بفضل الدعم والتوجيه من الرياضي الأول جلالة الملك حفظه الله ورعاه موضحا أن مملكة البحرين وبفضل المشروع الإصلاحي تخطو بخطوات ثابتة وواضحة في سبيل النهوض بقطاع الشباب والرياضة كما أهدى سموه هذا الإنجاز لصاحب السمو الملكي رئيس وزراء وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القادر الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مؤكدا سموه على أن هذا الإنجاز هو ترجمة للخطط والبرامج التي وضعتها الحكومة الموقرة والتي يسعى من خلالها المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لتطوير مستوى الشباب البحريني ورفع المستوى العام لقطاع الشباب والرياضة مهنئا سموه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بهذا الإنجاز كما هنأ سموه المقاتل حسين عياد مشيدا بالمستوى الذي ظهر به في منافسات البطولة وأكد سموه أن هذا الدعم سيتواصل لرياضة فنون القتال المختلطة ولشباب البحريني الذي يمارس هذه الرياضة حكاية إنجاز جديد فصلها الأول دعم وتسجيع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة وفصلها الثاني برونزية حسين عياد فقد كان سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بجانب عياد حتى نهاية بدعمه وتشجيعه ووقوفه بجانبه حتى في حلبة النزال ليتمكن المقاتل من إحراز المركز الثالث وحصد برونزية بطولة أوروبا الأولى المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهوى وذلك بالرغم من خسارته أمام المقاتل البريطاني جيك بوند في الدور النصف النهائي من البطولة لينجح عياد في إحراز أول ميدالية لمملكة البحرين في فنون القتال المختلطة على المستوى العالمي نعم مبايق على اللي أصار في الفايت لأنه أحس أنه عندي أكثر بس أنا ما أديت مو قاعدة حتى أعذارنا للاعب فايتين قبل هو أول فايت له هاي مو عذر بس أنا يعني أنا كان غلطتين المفروض كنت أشتغل أكثر بس ما أعرفش اللي أصار يعني يعني محتمال تدرباتي كانت وكي بس هاي اللي أصار بس الحمد لله بعد أنه أجبت مركز ثالث نفس ما قلت أول مشاركة اللي أشاركها برا البحرين يفريق خالد بن حمد بس الحمد لله أشعر بمرة جاية نعود اليوم هو يوم جيد للفريق وذلك بعد حصوله على الميدالية الأولى وأول نتيجة جيدة ونمأ تأكد بأنها ستكون ذهبية المرة القادمة لذلك سنعود للبحرين ونعود إلى التمرين ولدينا العديد من البطولات نشارك فيها الحمد لله رب العالمين على هالإنجاز طبعا أنا من النوع اللي مو مرتاح من هال أننا كنا نطلع حقا الذهبية وحسين كان يقدر يبا الذهبية بس ظروف المباراة ولا هذة ظروفها يعني بعد أنا مو من النوع اللي نطلع عذار لله بس حسين كان ثالث مباراة له خاص ما كان لأول مباراة فكان حصل باي اليوم الأول اليوم الثاني خاص ما ما يرسوي الوزن فكان فرش اليوم بس بغض النظر أنا أعتقد إذا ردوا لعبوا حظوظ حسين بتكون أفضل اليوم ما أدى نفس ما كنا متواققين لأن خاص ما كان استعمل الرسلين أحسن من حسين في الستاند اوب حسين كان أفضل فخاص ما عنده خبرة وغير اللعب وقدر يفوز المباراة بجدارة ما ماكو أي عذار بجدارة إن شاء الله اليوم الآيات أكثر حق حسين وبطل واهدي هالميدالية للمملكة البحرين ونشكر الشيخ خالد على كل دعم لها الفريق بحصد المقاتل إحسين عياد الميدالية الابرونزية ينتهي مشوار فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواه في البطولة الأوروبية ولكن مشوار الإنجازات لا زال في بدايته حزم الشيخ لتلفزيون البحرين مدينة بيرميغهام البريطانية ترجمة نانسي قص другواب